أنا أشجع هذا وأحترم وأرحب به بس أنا عايز أقول الدكتورة نوال أنا أختلف معها في الآية هي قالت إنها درست الأديان ويسن سبع سنين يبدو أن السن سبع سنين صعب أن الواحد يعني يستوعب الأمور أنا عايز أقول الدكتورة نوال كمفروض تسأل أهل الذكر أنا سمعت مرة من الدكتورة نوال في مؤتمر من مؤتمرات يقول ليه ربنا يتوب على آدم وما يتوبش على حو كبيرنا ربنا متحيز للذكر ضد الأنسة لو هي أرأت القرآن اللي بتقول حفظته أربعين مرة وعرفت إن القرآن بيقول أن الذي نسي ولم نجد له عزما والذي وقع في الغواية هو آدم وليس حواء يعني اللي ارتكب الخطيئة آدم ولما تاب تاب الله عليه إذن أنا عايز أقول الآراء التي تصدم الناس هي ثمرة لعدم معرفة بحقائق الدين ولذي أنا عايزة نائش النقطة اللي جات لما هي قالت إن الميراس ليه المرأة تبقى تاخذ النصف ولا تاخدش زي الرجل وهي خرجت إلى العمل وتتحمل وولا كلا أنت قاله نصر أبو زيد وقاله كثير من الناس أكذوبا أكذوبا يقع فيها حتى كثير من علماء الإسلام إن المرأة في الميراس على النصف من الرجل هذا كذب ليه؟ معايير التفاوت في الميراس في الإسلام فلسفة الميراس لا علاقة لها بالذكورة والأنوسة على الإطلاف المتوفى لما بيتوفى ويترك بنت وأم وأب الدنت بتاخد النص والأم بتاخد التم تبا هي دي أنسة ودي أنسة الأب بياخد أقل من البنت يعني البنت والاورضيعة تاخد أكثر لما يبقوا فيه بنتين ياخدوا تلتين التركة وروا فيه أربعين ذكر يتحسوا في تركة إما لئيه معايير الميراس في الإسلام هو ده بقى اللي إحنا عايزين نقوله لناس لأنه الناس مش فاهمة وعايزون فيه كثير من الإسلاميين ما هم مش فاهمين أول معيار هو درجة القرابة كل ما كان درجة القرابة أكتر كل ما كان نصيب الواحد في الميراس أكتر المعيار التاني ودي حكمة لما الواحد يعرفها يعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى موقع الجيل الوارث كل ما كان الجيل الوارث صغير في السن يستقبل الحياة كل ما يبقى نصيبه في الميراس أكبر وذلك الإب يارس أكتر من الأرض كما هو ده ذكر وده ذكر لكن ده لأنه حيحمل أعباء حياة وده بيولي من الحياة الحالة الوحيدة اللي فيها للذكر مثل حظ الأنسيين لما يبقى فيه اتفاق في درجة القرابة واتفاق في موقع الجيل الوارث من المتوفى والفارق هو في العبء المالي وذلك القرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنسيين إنما قال فيه أولادكم الكتاب ده فيه جداول دراسة ميدانية لكل حالات الميراس في الإسلام المرأة ترس مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو ترس ولا يرس الرجل في أكثر من ثلاثين حالة وهي ترس نصف الرجل في أربع حالات ده فلسفة الميراس في الإسلام